خليني أخذك الست حالة الستات في مصر بيسمعوا كتير وبيتضايقوا كتير من كلام كتير لما فتاوية لبعض المشايخ تطلع تقول من حق الراجل يتجاوز على مراته طيب بتشوفيها ازاي بشوفها اوكي من غير ما يقولها فتاوة هو يروح يتجاوز ومن غير ما يقولها يقولك من حقه ومش لازم يقولها طيب والتقسير والتقسير يعني لما انت تتجاوز وتأثر مع مراته ما هو لازم كل حاجة نستخدم فيها العقل يعني انا طلعت ببرنامجين قبلك قلت يتجاوز بس فيه ظلم للمرأة يعني انا هقول اه ماشي بقول بس انا هقل الظلم في قلبي اوكي انا هوافق بس انت ترضاها لأختك انت هترضاها لمامتك لو كانت مكاني انت هترضاها لبنتك لا ما بيبصوش لهم هيبقى موقفك هيلاقي مليون مبرر بس شوفي انا قلت عندك كلام مختلف علشان ما حدش يقول علي اني اه بشجع انا بعمل كل حاجة انا بطبخ انا سحبتك انا اللي بلعبك طولة انا اللي بتقولي سرك لو عندك مشكلة بحلهالك سعيدة هيقولك قهر زهقت عايزة اغير تحصل طيب وانت ايه رأيك لو انا كمان اتطلقت واعايزة اغير قوانين الاحوال الشخصية كانت محتاجة الدربة دي بتاعت المسلسل حقيقة سعيدة ان الفن رجع يقدم الدور طبعا طبعا الفن طول عمره قادر على تغيير واقع مجتمعي بشكله الوحش احيانا او بعض وحش يعني مثلا استاذ فتن حمامة رحمة الله عليها مدم امينة رزق بمشهد غيروا قانون في الاحوال الشخصية اه فيلم اريدو حلا اه انتصروا بيه استاذ فريد شوقي الوحش الشاشة رصيف نمرة خمسة بالزبط وعمل جعلوني مجرما طبعا اه فيه قوانين كتير اوي غيارة احتجت تتغير اه